السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه ربكم بخير في الفيديو بالنهاردة بازن الله نستعرض على حضراتكم فيديو من اقوى الفيديوهات اللي بنقدمها على القناة الخاصة بينا وهو ازاي تحمل نسخة اوفيس مجانية وقانونية بالكامل لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي تابع معايا الفيديو للنهاية الخطوة لولا لين احنا هنعملها ان احنا نروح نفتح المتصفح بتاعنا ونيجي في خانة البحث اللي فوق ديت نكتب كلمة فري اوفيس وبعد كده نضغط على انتر من لوحة المفاتيح تمام كده هيفتح معنا فري اوفيس هنختار الخيار الاول اللي موجود قدام حضرتك ده تمام كده هوت وانا انتظر الحديد من الصفحة اللي احنا هنحمل منها النسخة المجانية تفتح معنا زي ما حضراك شايف كده فوق فري اوفيس تمام هبدأ انزل بحت وبعد كده اخد اللي هو فري ده ولود اضغط عليها وانتظر زي ما حضراك شايف كده بدأ يظهر معنا الملف بتاع التحميل نبدأ نضغط على بدء التحميل تمام كل اللي مطلوب منك في الوقت ده ان انت تنتظر لحديد معملية التحميل تنتهي زي ما حضراك شايف كده النسخة اللي احنا هنحملها بتاع الاوفيس هي مساحتها 118 ميجا طبعا النسخة بتتميز بان هي نسخة مجانية بالكامل نسخة قانونية مفيش فيها اي مجال ان انت تشتريها هي نسخة مجانية بالكامل تمام كده نسخة خفيفة جدا على جهاز الكمبيوتر بتاعك بتشتغل بكفاءة وسلاسة زيها زي اي نسخة من النسخ اللي موجودة على موقع ميكروسوفت طبعا انا هوقف الفيديو الى حين انتهاء من تحميل ملث البرنامج وارجع ليك مرة تانية عشان ما طولوش عليك زي ما حدراك شايف كده تم الانتهاء من تحميل الملف الخطوة اللي بعد كده ان انا هروح رايح على المكان اللي تم تحميل فيه الملف تمام اللي هي المستندات بتاعتي ولي هي التنزيلات ومن التنزيلات هروح رايح على اللي هي البروغرامز وبعد كده هاخد اللي هو فري اوفيس الفين واحد وعشرين اخده قص على سطح المكتب عشان اوري لحضورتك هنبدأ نستطيعه ازاي كمان حط لصق زي ما حدراك شايف كده آآ فري اوفيس الفين واحد وعشرين احداث نسخة موجودة تبدأ تضغط عليه ضغطتين بالموس عشان تبدأ عملية استطابة ارجو من حضراتكم ان انتوا تتابعوا الفيديو للكامل عشان تعرف ازاي هنصطبوا بطريقة صحيحة وسليمة وبعد كده لو الفيديو عجبك ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير وان انت تنشر الفيديو ده في كل مكان عشان يستفيد منه الاشخاص الغير قادرين على شراء نسخ اوفيس اوفيس كاملة ابدأ اضغط على اللي هو التالي ابدأ اضغط على اوافق على الشروط وابدأ اضغط على التالي ابدأ اه ما اخدش تثبيت هبدأ اخد تثبيت مخصص دي خطوة مهمة جدا ابدأ اعلم على الخيار ده عشان لو فيه تأي تحدثات تنزال لي وابدأ اعلم على كل الخيارات اللي موجودة تمام وابدأ اضغط على التالي تمام كده هوت وابدأ ادخد على كل الخيارات دي اتعلمها هقول له نعم بعد كده اخد الخيار اللي بعديه وقول له برضو نعم واخد الخيار اللي بعده وقول له نعم واضغط على التالي واضغط على تثبيت هننتظر طبعا مع بعض الحديث مع عملية التثبيت تنتهي زي أي برنامج ما بيتم تثبيته بممتال بساطة بس لازم كان الخطوات اللي فاتت ديت نتابعها مع بعض عشان ما يحصلش معاك بعد كده أي مشكلة يريد تتابع الفيديو معايا للنهاية زي ما هرق شايف كده عملية استطاب بدأت أنا أنتظر لحين الانتهاء منها وورد حضرتك أن البرنامج يعادل نسخة الأوفيس الموجودة في شركة ميكروسوفت بس بيتمائز عنها بأنه هو نسخة مجانية نسخة قانونية وفي نفس الوقت خفيفة جدا على أجهزة كمبيوتر الضعيفة هنتابع مع بعض الفيديو لحين الانتهاء من عملية استطاب تابع الفيديو لو حضرتك لاحظت أن فيه ثلاث أيقونات ظهروا على سطح المكتب اللي هو تيكست ميكر واللي هو بلان ميكر واللي هو بريزينتيشن هنتابع مع بعض للنهاية وورد حضرتك كل برنامج فيهم عبارة عن إيه زي ما حضرتك شايف كده معي بيقولي تم الانتهاء من عملية استطاب تمام؟ ظهرت عندي الثلاث أيقونات اللي أنا لسه إيه لحضرتك عليهم اللي هي تيكست ميكر واللي هو بلان ميكر تمام؟ حطوهم كده جنب بعض واللي هو بريزينتيشن تمام؟ وابدأ استعرضهم معاك آآ ملف ملف تمام؟ تيكست ميكر ده يعادل برنامج الورد بالنسبة لميكروسوفت أوفيس يعني هو زي برنامج الورد بالكامل هفتحه معاك وهاستعرضه وورد لحضرتك إن هو يعادل البرنامج بس هو آآ أفضل منه في إن هو نسخة مجانية ونسخة قانونية وفي نفس الوقت نسخة خفيفة جدا على جهاز كمبيوتر زي ما حضرتك شايف كده فتح معي بصفرة ديت هبدأ أقول له وضع اللمس آآ للأيكونات واضغط على موافق وانتظر لحديث ما يفتح آآ معايا تمام؟ زي ما حضرتك شايف كده الواجهة بتاحته فتحت معايا هتلاقيها بالضبط زي نسخة اللي هي بالكامل طبعا هضغط هنا على اللي هي الغاء هقفلها وابدأ أوسع مجال الكتابة تمام؟ كده زي ما حضرتك شايف كمان النسخة نزلت معايا باللغة العربية فيها نفس القوائم اللي موجودة في برنامج الأوفيس تمام؟ يعني آآ مش هتحتاج أن انت هتحولها للغة الإنجليزية هي فيه إمكانية أن أنا أغير لغة العرض للغة الإنجليزية بس زي ما حضرتك شايف كده هو خد على طول اللغة الخاصة بجهاز الكمبيوتر بتاعي أنا طبعا الكمبيوتر بتاعي عامله باللغة العربية أنا بستعرض طبعا معاك اللي هي الملفات أو القوائم الرئيسية دي الصفحة الرئيسية هتلاقيها زي بالضبط القوائم بتاع برنامج اوفيس آآ الخاص بشركة ميكروسوفت هنا الخطوط هنا هتختار اللي هو البنت بتاع الخط تمام؟ كده هوت وهنا بقى كل القوائم اللي موجودة برنامج الاوفيس طبعا هنا آآ قيمة ادراج تخطيط آآ مراجع ومرسلات بريدية ومراجعة تمام؟ وعرض وهنا لو كنت عايز تعمل الجداول تمام؟ ولو دخلت على قيمة هتلاقي فيها نفس اللي هي الخواص اللي هي موجودة في الاوفيس من حيث اللي هي الحفز وحفز باسم وان انت تحاولوا لملف آآ بي دي اف وان انت اللي هي الطباعة كل الخواص اللي موجودة في برنامج الاوفيس الخاص بشركة ميكروسوفت موجود في البرنامج دهوت بس الافضل طبعا با لان هي نسخة مجانية آآ ونسخة قانونية مش تحتاج منك الى اي تفعيل بالاضافة ان هي نسخة خفيفة جدا على جهاز الكمبيوتر. هستعرض الملف التاني. ده يعادل بالضبط اللي هو برنامج الاكسل. هفتحه معاك. هنستعرضه. تمام? ننتظر الحديث ما يفتح معانا. زي ما حضرتك شايف كده. اكبره. هتلاقيه بالضبط ان هو يعادل آآ نسخة آآ الاكسل في برنامج ميكروسوفت اوفيس. نفس القوائم اللي موجودة. كل الحاجات موجودة عندك. بس ده اللي هو الاكسل في البرنامج. تمام? زي ما حضرتك شايف كده كل القوائم موجودة. آآ حتى اللي هي القوائم بتاع الصفحة الرئيسية. هتلاقي كل الحاجات اللي انت كنت بتعملها في برنامج الاكسل اللي موجودة في هذا البرنامج. نيجي للملف اللي هو الاخير. اللي هو ده يعادل آآ برنامج الباور بيونت في الخاص بشركة ميكروسوفت. هنفتح مع بعض وهستعرضه برضو لحضرتك. تمام? انا انتظر لحين التحميل. زي ما حضرتك شايف كده فتح معي. بنفس تقريبا الشكل اللي موجود في شركة آآ ميكروسوفت اوفيس. كل القوائم موجودة. زي ما حضرتك شايف كده انا بستعرضها معك سريعا. تمام كده هوت? طبعا البرنامج الميزة اللي فيه ان هو نسخة مجانية نسخة قانونية نسخة كاملة مش هتحتاج ان انت تشتريها. في ملحوظة حابب ان انا اشير ليها واعرفها لحضرتك هو ان انت ممكن تغير اللغة عرض البرنامج. انا لو اخترت كلمة وبعد كده راح ترايح على اللي هو الخيارات. تمام كده واخترت اللي هو المظهر. هتلاقي حضرتك فيه عندك اللغة العربية. وعندك كل اللغات آآ مدعومة. هتختار اللغة اللي كناسبك. وتختارها. تمام كده تضغط على موافق. هتلاقي يتحول مظهر البرنامج للغة اللي انت اخترتها. لو حابب ان انت ترجع مرة تانية للغة العربية. هتروح ضغط على اللي هو فايل. وبعد كده برضو وبعد كده تختار اللي هو المظهر. وبعد كده تنزل تجيب اللغة العربية وتضغط على اوكي. هتحول معك الى اللغة العربية. طيب لو انا حبيت ان انا استعرض على حضرتك ازاي هنستخدمه او نكتب عليه زي الاوفيس العادي بالضبط. واللي انت هتعمله هتختار هنا حجم الخط. هنكبر الخط. ونبدأ نكتب واري لحضرتك ان هو زي الاوفيس العادي بالضبط. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تغير البنت بتاع الخط زي ما انا اكبرت. ممكن تختار نوع خط الكتابة. الخط اللي نسبك هتختاره. زي ما حضرتك شايف كده. ممكن تغير الخطوط. ممكن تغير الالوان. عادي خالص. كل الالوان متاحة لك. تمام? هنجي برضو على شيء مهم جدا. هو ان انا بعد ما بخلص كتابة هتروح رايح على كلمة ملف. وبعد كده تختار اللي هو حفز باس. تمام? لازم نختار هنا اللي هو تنسيقات ملفات ميكروسوفت اوفيس. عشان لو حضرتك خدت الملف ده وفتحته على جهاز كمبيوتر تاني. يفتح معك ما فيش مشكلة. وابدأ اقول له اللي هو موافق. تمام كده هوت. ايبدأ يحدد لي انت عايز تحفظ الملف ده فين? فاختار حفز على سطح المكتب. واقول له حفز. ابدأ اقفل. زي ما حضرتك شايف كده الملف اللي انا عملته تحفظ على سطح المكتب. بالصورة ديت. وزي ما حضرتك شايف كده مكتوب عليه. ميكروسوفت وورد من اول 2007 لحديد 2016. يعني مش هيحصل معك اي مشكلة لو فتحت الملف على اي جهاز كمبيوتر تاني. لو اخدتوا مثلا مدرسة او اخدتوا مكان شغلك. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون امتهى لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد. ما تنساش طبعا ان انت تنشر الفيديو ده في كل مكان عشان الناس تستفيد به. وان انت تتعملنا باللايك والشير عشان يوصل منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.